السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو إن شاء الله رح نشرحه مع بعض الدرس الصفحة 16 ونحل التمارين من كتاب اللغة الإنجليزية لسنة الرابعة ابتدائي هنا بزاف بلك تلقيت بعض التعليقات يقولوا لي كيفاش تحللهم التمارين التلميذ لازم يعتمد على نفسه وغيرها أنا هنا الهدف انتاعي من حل التمارين إنه التلميذ يكون فاهم وش راه هو يدير مام يعرف الحل يكون فاهم وش راه هو يدير كيروح للقسم ويعاود مع الأستاذ يفهم في الفيديو في المنزل مع أولياءه وكيروح للقسم يزيد يعاود مع الأستاذ انتاعه ويكون فاهم يلو كان فاهم 50% في القسم يزيد 30% ولا 50% واخد أخرى المهم كي يخرج من الدرس يخرج فاهم الدرس 80% ولا 90% ولا 100% أنا هذا هو الهدف انتاعي ماشي الهدف انتاعي باش التلميذ ولي ماوش معتمد على نفسه ويددي كل شواجد وماليوتيوب لا لا المهم أنه يكون فاهم وش راه هو يدير يكون فاهم وش راه ويكتب وفاهم وش راه هو يحط تبعوا معايا إذن هناك تتحصلوا على الكتاب أبد فتحوا الكتاب في صفحة 16 أتابعوا معايا هذا الفيديو نبدأ على بركة الله بسم الله دائما في الوحدة الأولى لها فاملي أند فرانت العائلة والأصدقاء تاسك وان لهو التمرين الأول هذا الصفحة 16 هي تابعة لصفحة 15 لما شافش الشرح تاع الصفحة 15 اكتب نفس العنوان الموجود في هذا الفيديو فقط بدل رقم الصفحة دير في مكان 16 دير 15 تلقى الفيديو اللي سبقه وش رحته وقلت التكميلة انت على التمرين أو حل التمرين صفحة 16 رايح تكون معتمدة على صفحة 15 التمرين الثاني اللي في القسم تكونوا استمعتوا مع الأستاذ انتحكم وتعرفتوا على الأشخاص ماسيل ومريم وغيرها شكون هما وش حال في أعمارهم إذن Tick the right box Tick معنتها تخير The right box السندوق الصحيح السندوق الصحيح الخاص بالإجابة الصحيحة نضع داخل علامة X ولا علامة هذه علامة Nike المعروفة اللي بها نخيل الإجابة انتع صحيح 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 نضع العلامة المهم أنك تضع علامة X ولا أي علامة في المربع وفي الخانة الصحيحة عدنا أربع جمل وعدنا الإجابة اللي هي خيارين هل هي name اسم ولا age عمر ذوك شوية تتخلط لكم صح ذوكم فهمكم مش معنتها عدنا this is مصطفى this is مصطفى this is مصطفى هذا مصطفى مصطفى هذا مصطفى هنا رأنا نتحدثه على الشخص على اسمه ولا على عمره على سنه هنا this is مصطفى مصطفى هل هو اسم أم عمر كي نحب نسقصيك نقول لك شحل في عمرك تقول لي أنا مصطفى معنتها جاوبتني على عمرك لا لا نقول لك وش اسمك تقول لي أنا مصطفى شكون هذك هذا ولا ذلك مصطفى إذن this is مصطفى مصطفى هنا هو اسم إذن الجواب ولا the right box هو name اسم طبع العلامة التالية في خانة name نروح للجملة الثانية he is nine years old he is nine years old عمره أو سنه تسع سنوات هل هذه الجملة تعبر على name الاسم ولا age العمر أو السن إذن he is nine years old نحكيه على age العمر نتاع إذن نضع العلامة في خانة age الجملة الثالثة I am فاتمة I am فاتمة أنا فاطمة راي تتحدث على العمر انتحة ولا على الاسم انتحة هذه تحلوها وحدكم وين تديروا الخانة أو الجواب المناسب الجملة الرابعة she is 12 years old عمرها 12 سنة هنا عمرها سنها راي نتحدث على name اسمها ولا على age لهو سنها إذن الجملة الثالثة والرابعة جاوبوا لها وحدكم وخلوا لي في التعليقات الإجابة على وش راي تهدر الجملة الثالثة وأيضا على وش راي تهدر الجملة الرابعة هذا الزج جمل جاوبوا عليهم وحدكم وخلوا لي الجواب في التعليقات هذا التمرين الأول نروح الآن للتمرين الموالي task 2 circle the pairs circle the pairs معنتها حوط المجموعة المجموعة كل مجموعة تتكون من زوج حاجات هنا عدنا كلمات ترا هي مخلطة وعدنا جواب واحد نقرأوا الكلمات شوفوا هنا باش ما تتخلط للكمش نقرأوا الكلمات ومبعد احنا نحوطوا كل كلمة مع الكلمة المناسبة لها عدنا sister friend ماسيل بيجايا سيتي وفاتيما عدنا فاتيما sister friend ماسيل بيجايا وسيتي عدنا الكلمتين او المجموعة اللي راهي محوطة هي age و12 كنقولوا 12 ومعها age نحوطوا age مع 12 وكان نقولوا 12 وبي جايا هل نقدروا نديروهم مع بعض معنتها 12 وبجايا ما عندها حتى علاقة 12 وfriend ما عندها حتى علاقة 12 مع friend هي صديق ما نقدرش اذا هنا نحوطوا كل مجموعة بالكلمة التي تمشي معها وتقدر تناسبها اذا عدنا age 12 فاتمة عدنا هنا فاتمة هي sister هنا فاطمة هي الاخت رايحين تعرفوا باللي فاطمة هي الاخت sister في الصفحة 15 اثناء الاستماع للأستاذ يذكر لكم شكون هي فاطمة وشكون هو ماسيل وشكون هو نجيب وغيرها اذا فاطمة هي sister انا هنا ما عنديش باش نحوط في مجموعة راح ندلكم سهم فقط اما انتوما فحوطوا بالقلم رصاص اذا فاطمة هي sister المجموعة الثانية عدنا city وبيجايا بيجايا هي مدينة ولا ولاية اذا بيجايا تحوط مع city انتوما حوطوها انا ندلكم فقط سهم باش تعرفوا بلي بيجايا هي مدينة city تبقى لنا المجموعة الاخيرة اللي هي ماسيل اللي هو friend صديق ماسيل هو friend تحوطوا ماسيل مع كلمة friend اللي هي صديق في مجموعة وحدها هذه هي كل مجموعة درناها في دائرة حوطنا عليها في دائرة هذا مكان وبهذا اختمنا التمليين الخاص بهذا الصفحة نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو مع الشرح والحلول اتشفيتكم وتستفادوا مع لي اغنقلكم ابقى وعلى خير ربي يوفقكم وينجحكم ان شاء الله اترككم في رعاية الله وحفظه وفي امان الله